كيف تسمى البحوث الإجرائية؟ دكتور سالم إليت تطلع من مشاركة العرض فقط ليتمكن الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعليه نتوكل وبيه نتعين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية أريد أن نتقدم بشكر جزيل لرئيس المعهد الوطني سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الجهيمي وكذلك معالي الدكتور عبد الرحمن العاصمي رئيس المكتب وذلك لحرصهما على حفظ الشراكة بين المعهد والمكتب لخدمة العملية التعليمية وتقديم ما يوفيد لتطوير المعلمين في الميدان التربوي ثم شكر خاص لأستاذ الدكتور سعود الصلاحي وكذلك الدكتور سالم العنيزي لترتيب هذا اللقاء ونعمل أن يكون بداية لعدة لقاءات وبرامج مفيدة للمعلمين وإشاغة الوظائف التعليمية سأتحدث في البداية عن التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وحتى أدخل في الموضوع أنا بحاجة إلى أن أعرف الاستدامة والتنمية حتى ننطلق بعد ذلك إلى علاقتها بالتطوير المهني للمعلمين التنمية في اللغة هي زيادة ويتعني التطور والتحسين أو بمعنى الانتقال من وضع أدنى إلى وضع أعلى الاستدامة هي الآن مصطلح جديد ظهر في العالم بشكل عام وسأذكر لكم تعريف الأمم المتحدة هذا التعريف يقول تلبية احتياجاتنا الخاصة دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمعنى نستطيع أن نقول هو القدرة على الحفاظ على معدل أو مستوى معين سأذكر لكم مثال بسيط حتى يتضح المعنى لديناه شكلة حاليا في المملكة مع قلة الأمطار وربما يعاني مثلا أهل الجنوب من نقص المياه حتى نحصل على تنمية مستدامة في مجال المياه نحن بحاجة إلى أن تتوفر المياه معنا طوال العام بدون نقص وبدون تأثير أي ظروف أخرى هذه هي الاستدامة في مجال ما فنحن بحاجة إلى المحافظة على معدل أو مستوى معين في أي جانب من الجوانب سواء كان بيئي أو اقتصادي أما في التعليم في التعليم هناك تعريف لليونسكو وهي أحد المنظمات أو ربما أبرز المنظمات المهتمة بالتعليم تعرف الاستدامة في التعليم على أنها منح المتعلمين من جميع الأعمار المعرفة والمهارات والقيم وإعدادهم لمواجهة التحديات العالمية في هذه النقطة أيها الأخوة أريد أن أوضح لكم أن الأمم المتحدة لديها الآن توجه لتنمية مستدامة والتركيز عليها وقد أعلنت حوالي 17 هدف للتنمية المستدامة رابع هذه الأهداف هو جودة التعليم جودة التعليم الدول المتقدمة اهتمت بالتعليم من سنوات طويلة لكن هناك أيضا الآن توجه جديد عالمي للاهتمام بالتعليم أكثر السؤال لماذا؟ لماذا؟ لأن الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة معتمدة على التعليم وعلى نجاح التعليم ما لم ينجح التعليم ويتم إصلاحه بشكل سليم ستتأثر الأهداف الأخرى ولذلك إذا نظرنا للتعليم فهو أيضا معتمد بشكل كبير على المعلم المعلم يعتبر حجر الأساس في العملية التعليمية لا يعني هذا تحميل المعلم يعني ما لم يحتمل ولكن أثر المعلم في العملية التعليمية أثر كبير جدا ولذلك هناك تعريف مهم جدا لمعلم المستقبل المعلم في المستقبل يتطلب معلم ذوي مهارات عليا في تشخيص المشكلات ووضع الحلول لها ويكون لديه القدرة على الاطلاع والبحث وتطوير الأدوات هذه المهارات أيها الإخوة تتوفر في البحث الإجرائي البحث الإجرائي هو عبارة عن مهارة المعلم بحاجة لها حتى يصل إلى حل المشكلات التربوية والتعليمية داخل الفصل الدراسي بمعنى أن المعلم إذا استطاع أن يكتسب هذه المهارة سيكون له أثر كبير جدا ولا أبالغ إن قلت أن البحث الإجرائي لو تم تطبيقه في الميدان التربوي ربما يحدث نقلة نوعية في التعليم سأذكر لكم مثال على هذا الأمر هناك الدراسة أجريت وهي مهمة جدا أجرها باحثان استيجلر وهيبرت في عام 2009 كانت هذه الدراسة متركزة على مادة العلوم والرياضيات استهدفت الدراسة ثلاث دول أمريكا مقارنة باليابان وألمانيا تعرفون أمريكا دولة متقدمة في التعليم ولها تجارب قديمة جدا في استراتيجيات التعليم وفي أنظمة التعليم تم في هذه الدراسة التركيز على مشاهدات الفيديو للمعلمين وهم يدرسون الطلاب في ثلاث دول النتيجة ماذا كانت أنه رغم الجهود التي بذلت في تنفيذ توصيات إصلاح التعليم في أمريكا فإنه لم يكن هناك إصلاح حقيقي والعدلة تشير إلى أنه لا يوجد تغير جوهري في التعليم وأن التغيرات سطحية ولم يكن لها أثر عميق في تعلم الطلابة وأنه لابد من نظام لتحسين ممارسات التديس وضرورة تمكين المعلمين من التعلم من الخبراء هذا في أمريكا في المقابل سأذكر لكم تجربة في اليابان أحدثت نقلة نوعية في التعليم الياباني هي استراتيجية بسيطة وهي جزء كبير منها ومن تفاصيلها معتمدة على البحث الإجرائي تسمى بحث الدرس بحث الدرس أحدث نقلة نوعية في اليابان في السنوات الأخيرة هذه الدراسة أوسط بماذا انظروا إلى وصية وهذه النتيجة هي التي أود التركيز عليها ربما في كل هذه النقاط التي سأذكرها أكدت النتائج أن التنمية المهنية للمعلمين لابد أن تتم من خلال مدرسة وداخل الفصول الدراسية تحديدا من خلال تحسين مهارات التدريس وهذا يعني فحص وتحليل احتياجات التنمية داخل كل مدرسة وإدارة وتصميم برامجها التنموية في ضوء تلك الاحتياجات وفي سياق الإمكانات المادية والبشرية وهو ما يتطلب دعم المدرسة وبناء قدراتها للقيام بدورها الجديد في تطوير ذاتها وتشجيع المبادرات الجديدة والجيدة والتجارب الناجحة والاستفادة من قدرات المعلمين المتميزين داخل المدرسة الخلاصة يا أخوة يعني كل تخطيط وكل إصلاح وكل أفكار تحدث خارج الفصل الدراسي ما لم تحول إلى واقع داخل الفصل الدراسي لن يتقدم التعليم خطوة واحدة لن يتقدم التعليم خطوة واحدة ما لم تتحول كل هذه الأفكار إلى تطبيق داخل الفصل ربما الآن يتساءل المعلم وما فائدة من البحث الإجرائي ما الفائدة من البحث الإجرائي الفائدة أنك ستغير التعليم هذه بعض المؤشرات التي الآن تسعى جميع الدول على مستوى العالم وربما أكثرها يتم التركيز فيها خصوصا في مؤتمر التعليم القادم للأمم المتحدة في نهاية العام الميلادي وهو ربما من أهم المؤتمرات الذي هو بعنوان تحويل التعليم سيركز على التنمية المستدامة هذه بعض مؤشرات الاستدامة في التعليم أولا تركز عملية الاستدامة في التعليم على أن التعليم مدى الحياة لا يتوقف بعد الثنوي أو الجامعي أو بعد الحصول على درجة الدكتوراه مثلا إنما التعليم مدى الحياة لجميع فائدة المجتمع أيضا نحن بحاجة إلى بناء وتشجيع القيم أيضا تفعيل العمل التطوعي كذلك نتعلم ونعلم الآخرين كيف نتعلم وكيف نفكر أيضا يسعى الجميع للمستاهمة في بناء الاقتصاد وصناعة التغيير هذه الأمور أيها الأخوة لن تتحقق إلا بماذا لن تتحقق إلا بجهود المعلم داخل الفصل الدراسي كل هذه تبدأ من الفصل الدراسي أنت تعلم الطالب على القيم تعلمه وتشجعه على العمل التطوعي كيف يفكر كيف يتعلم كيف يساهم في بناء المجتمع وكيف يكون له دور في الإنتاج السؤال الذي ربما يطرح الآن أن هذه مهام عظيمة جدا ولا يقوم بها المعلم يعني أكبر من المعلم أنا أقول لك أن البحث الإجرائي ربما يقودك إلى فعل هذه الأشياء بشيء من التركيز ويبدأ التغيير من داخلك أنت أيها المعلم أنت من ستجني ثمار تطبيق البحث الإجرائي داخل الفصل الدراسي كيف يكون ذلك كيف ستستفيد أنت كمعلم وتجد استدامة هذه المهارة في حياتك أنت في الخطوة الأولى عندما تبدأ بالتدريب على البحث ستزيد المعرفة لديك ستتعلم مهارات البحث كيفية تحل المشكلات كيفية تحديد المشكلة وضع الحلول لها ثم إذا زادت المعرفة المعلم بعد ذلك سينطلق إلى بدء عملية إجراء البحث لما تبدأ في عملية تطبيق البحث هذه العملية هي من أهم العمليات وهي التي أود أن أوصي بها المعلمين ربما البعض وأظن الدكتور سالم تحدث عن شيء من التفاصيل وبعض الزمالة يستتحدثون بعد ذلك لكن أود أن أنبه المعلم إلى شيء مهم جدا وهو حاول أن تغير صورة البحث العلمي في ذهنك حاول أن تخوض التجربة وأن تبدأ فيها دون التفكير في الصعوبات في طريقة تحديد المشكلة أو إعداد أسئلة البحث أو اختيار العين أنت الآن ابدأ مارس عملية البحث الإجرائي في أربع خطوات بسيطة حدد المشكلة حاول أن تضع لها حلول حاول أن تجربها في الفصل ثم تقيمها لما تبدأ أنت في عملية البحث ستكتسب الخبرة والمهارة ثم ستنتقل إلى مرحلة أعلى من الفائدة ما هي؟ المرحلة الأعلى هي تحديد طبيعة المشكلات وتأثيرها وعلاقتها بغيرها في هذه النقطة ستكون أنت تقدمت مرحلة أخرى وبدأت تنظر إلى مجال التربية من زوايا مختلفة ستتطور لديك الرؤية ستكون على مستوعي أفضل من ذي قبل أما إذا وصلت إلى تطبيق النتائج ورؤية أثر هذه النتائج على طلابك هنا ستتقدم مرحلة أعلى وهي المرحلة الرابعة في تحول في الاتجاهات سيكون لديك اتجاهات مختلفة ستتغير في ذهنك ثقافة العمل المدرسي وسيكون لديك ثقة في القدرات والممارسات السؤال ربما تقول أنا الآن كمعلم أنا أخضع لدورات التدريبية أحضر دورات في طرق التدريس وأقرأ بحوث والآن ربما جميع منصات التدريب موفرة للبحوث المختلفة يعني حتى ربما تقول أن اليوتيوب يكفيني كل الدورات موجودة لكن السؤال هنا العملية مختلفة إذا كنت أنت جزء من عملية البحث وعملية الإصلاح والتغيير وعملية تقييم المشكلة داخل الفصل الدراسي ستكون نظرتك للأمور مختلفة هناك مثل يقول يعني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطعت البحث الإجراء يعلمك طريقة الصيد صيد المشاكل أما إذا كنت تحضر دورات استراتيجيات معينة أو أساليب للتدريس معينة هذه ربما لا تحدث عندك تغيير كبير في عملية الفهم وعملية النظر للأمور بعمق أكثر لذلك خذ عملية البحث الإجرائي على أنها مرحلة متقدمة في التدريس وفي المشاركة في التربية والتعليم ستختلف نظرتك وستصبح أكثر فعالية وربما ستزيد الدافعية لديك في عملية التدريس نأتي بعد ذلك إلى ربما يعني السؤال يطرح من أحد التربويين أحد المتخصصين يقول أنت الآن تحدثت عن فوائد البحث الإجرائية للمعلم ولكنها لن تفيد في استدامة التعليم ولن تصل إلى الطالب وهذا غير صحيح بشكل تلقائي وبفهم منطقي عملية البحث الإجرائية تسهم في تحسين نواتج التعلم بشكل كبير جدا أولا من خلال فحص الأداء وتعمل الممارسات التعليمية أنت أيها المعلم عندما تلاحظ الفوضى داخل الفصل الدراسي أو عملية الغش المنتشرة مثلا أثناء الاختبارات مثلا أو العدوانية أو ارتباك مثلا بعض الطلاب أو الطالبات أثناء الحديث مثلا أو عدم الاندماج ربما تجد الطالب لا يندمج مع الزملاء وفي الفصل كل هذه مشكلات لو قمت أنت بتحديد مشكلة منها ثم بدأت بها ستسهم في تحسين نواتج التعلم لأن كل مشكلة تحدث داخل الفصل الدراسي لها أثرها لها أثر كبير على تعلم الطلاب واستيعابهم للمعلومات وأيضا تطبيقهم للمهارات كل هذا يؤثر سواء كانت مشكلة متعلقة بشكل مباشر في عملية الاستيعاب أو غير مباشر كعملية اجتماعية داخل الفصل في العلاقة مثلا أو في العلاقة ما بين الطلاب أو في سلوكهم داخل الفصل الدراسي أيضا ستسهم في تغيير نواتج التعلم من خلال تجربة الأفكار والبرامج الجديدة أنت الآن ربما طبقت فكرة في دولة ما لو قلنا مثلا أن تريد أن تطبق الآن بحث الدرس الذي طبك في اليابان ليس شرطا أن يطبق وأن ينجح بنفس الطريقة التي نجح في دولة ما ثم تأتي تطبق هذا الشيء ربما أنت بمحاولة لتطوير هذا النموذج وهذه الاستراتيجية ستجد تعديل على النموذج له علاقة بالبيئة له علاقة بالمجتمع له علاقة بالثقافات بالعادات وهذا يحدث تغيير كبير لأنه حسب ما يظهر أن الدول التي تسعى لإصلاح التعليم وهي لا نقول متأخرة ولكنها لا تصنف على أنها من الدول المتقدمة أحيانا تأخذ النماذج الناجحة من الدول المتقدمة ثم تطبقها كما هي دون تغيير أو دون محاولة لدراسة تطبيقها ومدى صلاحيتها للتطبيق في الميدان التربع أيضا أنت ستسهم في حل المشكلات كما ذكرنا سابقا وكل هذا يسهم في تحسين نواتج التعلم هناك عدة شروط البحوث الإجرائية بشتور ثلاث دقائق فقط لغير جميل سأحاول بإذن الله أن أختم شروط البحوث الإجرائية ليست كثيرة لكن يهم الدافعية لابد أن يكون لدى الباحث حيث المعلم دافعية ما لم توجد الدافعية إلى التحسين وإلى التطوير لن تجني ثمار هذا الأمر الأمر الآخر فهم الممارسات القائمة أنت لا تبدأ بتطبيق البحث حتى تفهم ما الذي يحدث يعني ما هي أحدث الممارسات وأيضا ما هو واقعك عند في الفصل الدراسي أو في المدرسة ثم حاول أن تتعمل النتائج وأن تربطها بالمسببات لكي تتخذ القرارات اللازمة بعد إجراء عملية البحث في الفصل الدراسي ثم هناك البيئة التعليمية وهذه أستطيع أن أقول أنه لتعزيز البيئة التعليمية هناك بعض الأفكار السريعة وهذه يعني ما أخذ من التجربة الأمريكية وهي في توفير فرصة كافية ومنسقة في اليوم الدراسي لبحث الإجرائية أيضا شخص خبير لا بد أن يكون شخص خبير يقود العملية أيضا وضع توقعات عالية لأعضاء المعلمين أيضا جلسات تشاركية لعرض البحث الإجرائية ثم تشجيع جميع أعضاء الهيئة التعليمية على البحث وإنشاء مكتبة مهنية لذلك أيضا حاول أن تشارك في الجوائز المهتمة بالبحث الإجرائي هناك حسب معلوماتي هناك جائزة خليفة للبحث التربوية جائزة مسابقة البحث الإجرائي في جامعة الملك سعود أظنها لازالت قائمة ونعمل أن يكون هناك للمعهد الوطني مستقبل المبادرات في هذا الجانب أختم بأن عملية البحث الإجرائي هي عملية مستدامة يعني لا تنتهي عند حد معين حاول أن تتأكد وأن توقن أن النتيجة لن تصل إليها مع الدورة الأولى ربما تحتاج إلى تحسين في الدورات القادمة تصل إلى نتيجة معينة ثم تجري بحث آخر لتحسين هذه النتيجة ختاماً أشكر لكم استماعكم وأعتذر إن كنت أقلت عليكم وشكراً لحسن استماعكم شكراً لكم سعادة الدكتور حسير المالكي مستشار المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي